بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إن شاء الله في فيديو النهاردة هنشرح مع بعض نموذج من نماذج المهم الأدائية لمادة الاي سي تي جريد فايف هنشوف مع بعض إزاي نتعامل مع الأسئلة ونحلها يلا بينا كده نبدأ مع أول ده بسؤال معنا النهاردة السؤال الأول عندنا بيقول يعني قول لي ايه هي أو الأسباب اللي بتخلي أو الأجهزة بتاعتي يعني لا تتصل بالإنترنت وجايب لي مجموعة من الأسباب وبيقول لي بقى ايه طبعا الهاردوير عندنا اللي هو الراوتر فبيقول لي بقى قول لي اه 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 حطي لي علامة صح على الايه على المشكلة من دولة اللي هي ممكن تكون أو تسبب لي ان الراوتر بتاعي ما يكونش متصل بالإنترنت وما يكونش فيه عندي انترنت فلو جينا كده مع بعض شفنا الحاجات دي فهنلاقي ان ممكن الأسباب بقى عندنا تكون ايه اول حاجة ان انزا باور سورس اس نوت كوننكتد تو زا راوتر يعني الراوتر ده الباور سورس او اللي هو الكهربا مش واصل لي كهربا باور سورس ده اللي هي الكهربا او المصدر التغذية اللي هو بي ايه اللي هو بيشتغل بالراوتر فالpower source is not connected to the router يعني الراوتر مش واصل بالإيه أو مش واصل له كهرباء عشان يشتغل طيب الحاجة التانية the ethernet port أو ethernet co-cable is not connected to the router طبعا لو كابل ethernet أو port ethernet ده مش واصل بالراوتر فطبعا هنا كده مش حقيقي ممكن يبقى فيه مشكلة وما يقدرش يتصل بالإنترنت طيب هل فيه أسباب تانية موجودة آه طبعا ممكن يكون فيه أسباب تانية زي ان يكون فيه مشكلة isp isp دي قلنا اللي هي الانترنت او الشركة اللي بتقدم للإنترنت فممكن يكون فيه مشكلة نفسها في الشركة نفسها وهي دي اللي مسببها ان خدمة الانترنت مقطوعة عندي مش عارف ادخل على الانترنت طيب ده السؤال اول نشوف سؤال تاني السؤال التاني عندنا فبيقول لي ايه dear student select digital means to communicate with your colleagues with you at or at home يعني بيقول لي اختار digital means to communicate وسائل آآآ رقمية او الوسائل الرقمية اللي تقدر تتواصل بها مع زملائك من البيت واشرح ليه بقى accepting why you close او why you choose it يعني اشرح لي ليه الوسائل ديت انت بتستخدمها او انت تفضلها فممكن نقول مع بعض كده اننا بقى افضل اننا اتواصل مع الكوليكز او مع زملائي عن طريق instant message او الرسائل الفورية ده عن طريق مسلا whatsapp او messenger ودي مميزاتها ايه بقى مميزاتها ان احنا ممكن نتواصل we communicate easily and quickly بسهولة وبسرعة قادر ان انا ابعت لصحبي هو يبعت لي على طول حاجة تانية we can communicate we can communicate يعني نقدر نتواصل مع بعض التواصل بيكون مباشر وفي نفس الوقت add the same time add the same time انا موجود وهو موجود في نفس الوقت ونقدر نتواصل مع بعض الحاجة التالتة we can chat using text and image ممكن نعمل شات مع بعض عن طريق ليه بتكست ان احنا نكتب كلام او ان احنا نبعت صور لبعض وكده كمان we can make voice and video call نقدر نعمل voice call مكالمة ونقدر نعمل video call كمان الطريقة التانية اللي ممكن نتواصل بها عن طريق الايميل فلو انا تواصلت مع او مع زملائي عن طريق الايميل فده معناه اننا we can communicate by writing text اقدر ان انا ابعت لهم ميل اكتب لهم في text ومش بس كده ده انا كمان اقدر ان انا بقى ايه ارفق اي ملفات انا عايزها مع الايميل we can attach files with a with email طيب السؤال اللي بقى ده بقول لي او تعمل البحث ده بتاعك مع او مع زملائك في المدرس فطبعا اول حاجة واول خطوة بعملها خالص ان انا plan your research او ان انا اخطط للبحث بتاعي اشوف بقى كل واحد انا عايز من البحث ده ايه ايه الهدف منه هوصل له ازاي طب حبحس على الانترنت بس ولا هبحس على الانترنت وفي مجموعة من الكتب كمان هدخل المكتبة search فيها طيب مين اللي هيكون معايا في البحث وهكزا ده كله اسمه plan ان انا بابلان للايه ال research بتاعي او للبحث بتاعي بعد كده decide on a topic يعني نحدد الموضوع اللي احنا هنبحث فيه نختار مشروع من المشاريع بقى اللي هي بتتعامل في البلد او المشاريع القومية اللي موجودة في البلد ونحدد ان ده اللي احنا هنتكلم عنه بعد كده number three break the topic down into smaller subtopics نكسر الموضوع الاساسي ده لمجموعة من المواضيع الفرعية لو بنتكلم مثلا على المشروع زي مثلا بناء المجموعة من الكباري او العاصمة الادارية او كذا او كذا فبنقدر نقسم الموضوع ده ده المجموعة من المواضيع الايه مجموعة من المواضيع الفرعية وناخد كل موضوع فرعي ده ونتكلم ايه نتكلم عنه number four share knowledge with my colleagues المعلومات بقى اللي انا اه المفروض بقى ان انا اشير او اشير الحاجات اللي انا عرفتها ديت مع زملائي بعد كده number five search for information نبحث عن الايه عن المعلومات اللي احنا عايدينها بقى لكل موضوع فرعي من الموضوعات ديت وبيقول لك it is recommended to search for the same information and then share and contrast the result with colleagues يعني ايه؟ يعني بيقول لك اه يفضل ودي حاجة كويسة لو انتو لو انتو زملائك مثلا كل واحد بحثتم في نفس الموضوع add the same for the same information بحثتم عن نفس الموضوع او عن نفس المعلومات اللي انتو عايزينها وبعد كده لما اطلعوا كل واحد يطلع له الريزلت بقى فانتو تشيروا الريزلت دي مع بعض واتقارنوها مع بعض فبالتأكيد هيكون فيه فايدة كبيرة في الموضوع number six decide on keyword for research about the subtopics يعني حدد الكيوورد او الكلمات المفتاحية اللي انت هتبحث بيها عن الايه؟ عن ال subtopics او عن الموضوعات الفرعية بعد كده collect and share result جمع بقى ال data اللي هي طلعت لك ونتائج البحث ديت جمعها ويعمل لها share مع ال colleagues او مع زملائك و decide how to select and organize the information حدد ازاي بقى هتجمع واتنظم بقى المعلومات الكتيرة اللي انت جمحتها ديت عشان آآ بعد كده تعمل لها ايه؟ او تنظم المعلومات ديت بحيث ان هي تكون جاهزة للبريزنتيشن او ان انت تعرضها في بريزنتيشن سواء على الباور بوينت باستخدام الباور بوينت او اي برنامج تاني طيب سؤال بعد كده بيقول لي هنا dear student you want to use the excel program to create spreadsheet that include your name and the name of your clicks يعني آآ اسمك واسامي الزملائك use the following excel spreadsheet to write the data فهنا جايب لي آآ انا وزملائي وكل واحد مننا بيفضل او بيحب ايه بالزبط ايه اللعبة اللي بيحبها ويقول لك عايزك تكهم لي في ال excel sheet بالشكل ده كده بحيث هنا يكون زنيم او الاسم بتاعك والانت وصحابك وهنا الفيفوريتي سبورت او الرياضة المفضلة بالنسبة لكم فطبعا هنعمل ايه بقى اول مثال عندنا مسلا سعيد love football يبقى هنا هيكون النيم سعيد وقصاده الفيفوريتي سبورت اللي هي هتبقى ايه؟ هتبقى الفوتبول بنفس الطريقة دية بقى هنعمل آآ آآ نفس الكلام للتلات جومة اللي عندنا سعيد طبعا الفيفوريتي سبورت فوتبول مريم هتبقى الجوجينج وهاني هيبقى الايه؟ هيبقى بس موضوع سهل ما فيش فيه اي مشكلة السؤال اللي بعد كده يعني في رحلة عندكم في المدرسة لأحد البارك او يعني الاماكن الحدائق او كده انت واصحابك بقى عايزين تعملوا بقى الحاجات دي كلها اول حاجة تيك سام بيوتفول فوتوز ديورنج زا تريب ان انتو تاخدوا صور آآ كميلة لكم في الرحلة فلوكيت زا بارك وون زا ماب ان انت اول حاجة هتحدد مكان البارك ده على الخريطة كوليكتينج اند سيفينج فوتوز اد زا اند اوف زا تريب هتجمعوا طبعا هتتصوروا بقى وكده صور كتير في الرحلة فهتجمعوا الصور ديت وتحفظوها في نهاية الرحلة وبعد كده number 3 share and protect this image with others حتي حتعملوا share بقى للصور ديت ومع الاخرين وتعملوا لها protection تحموها عشان محدش تستخدم الصور ديت بدون اذنه السؤال هنا بيقول لك ايه بقى write what you need from the technological tool and programs you use يعني قولي هتحتاج ايه بقى من ال technological tool او من الادوات التكنولوجية والبرامج هتستخدمها عشان تعمل التاسكس دي كلها او تعمل المهم دي كلها في الرحلة فطبعا لو جينا شوفنا مع بعض هيبقى اول حاجة وهنا بيقول لك locate the park on the map فانا عايز احدد مكان الاول البرك اللي احنا هنروحه ده على الخريطة فهنا to locate the park on the map عشان احدد مكان البرك ده على الخريطة انا محتاج ايه طبعا محتاج سيل فون موبايل وجي بي اس عشان اقدر اه بالموبايل والجي بي اس اللي موجود في الموبايل ده اقدر ان انا ايه احدد مكان البرك دي حاجة تانية عايز ا collect and save photos بقى عشان اه اجمع الصور ديت واحفظها فto collect and save photos انا محتاج ايه محتاج seal full or digital camera عشان ان انا اصور صور وا collect photos يعني اجمع صور خلال الرحلة فهصورها بايه طبعا بالموبايل او digital camera لو ايه لو معايا كاميرا كمان طيب حسيف بقى الصور اللي انا عملتها دي اللي انا صورتها دي كلها احفظها فين فعشان اعمل لها save طبعا محتاج flash memory او external hard drive اللي هو hard خارجي عشان اقدر ا save عليه photos دي حاجة تالتة عشان اشير بقى و protect the image اللي انا صورتها ديت هعمل ايه او هكون محتاج ايه عشان اقدر اشير الصور اللي انا صورتها فانا محتاج طبعا يكون عندي internet ومحتاج يكون عندي cell phone applications برامج او تطبيقات من تطبيقات الموبايل اللي انا اقدر اعمل او اشير بيها الفوتوز ديت مع زملائي ومع اصحابي طيب حاجة protect بقى الimage دي او احمل الصور ديت زي ان حد ياخدها طبعا we can protect photos by adding watermark on image اقدر ان نعمل watermark او علامة مائية في الصور بحيث ان محدش يقدر ياخدها بدون اذن بس كده بكده نكون خلصنا نموذج المهم الادائية بتمنى ان الاسئلة تكون بنسبة لكم سهلة وبسيطة وان شاء الله تكونوا موفقين باذن الله وتجيبوا اعلى الدرجات في الامتحان بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير بالفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة